طيب اخر جزئيتين قبل ما اطلع لفاصل وهي مفاهيم مهمة جدا برضو الناس تركز معنا وتسمع الجزئيتين الجايين دول انه مهم جدا الناس تسمع الكلام ده اول بطولة دوري مصري فريق فاز بيها في وجود تقنية الفيديو الفار كان النادي الاهلي الموسم الماضي موسم الفين وعشرين عشرين وواحد وعشرين او عشرين تسعتاشر عشرين وعشرين تمام اول بطولة دوري مصري اتطبق فيها تقنية الفار او تقنية الفيديو عشان المسمى الصحة برضو لان في بعض الناس بقول المسمىات غلط اسمها تقنية الفيديو اللي هو بورتوكول الفار كان النادي الاهلي النادي الاهلي عندما تبق التقنية الفيديو في المباريات الافريقية فاز باثنين دوري ابطال افريقيا 27 نوفمبر القضية ممكن على المنافس بوجود تقنية الفيديو وفاز ايضا بالسوبر الافريقي بالتقنية الفيديو ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بتقنية الفيديو مع حكام على أعلى مستوى طبق التقنية كما الكتاب قلب الزبط والبرتوكول مكتوب نصة نتنفي الصح كاس عالم أندية لما قال الحق المركز الثالث بطولة تحت إشراف الفيفا الاتحاد الدولي هو فيه بطولات أعلى أو تنظيم أعلى من أعلى هيئة قرية أو أعلى هيئة دولية في الكورة زي الاتحاد الدولي الأهل فاز مع الاتحاد الدولي تحت تقنية الفيديو بالبرونزية سيبكم من المفاهيم الخطئة اللي بيحاول البعض وهو تاريخه في الكورة أليل جدا 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 بيحاول يصدر مفاهيم غلط هو بيحاول يصدرها في مصر وبيحاول يصدرها برا مصر بس برا مصر هتصدرها فين هتقول التقنية أنا أول أنا أول أنا أول أول فريق مصري وأول فريق عربي فاز بتقنية الفيديو في البطولات القرية والدولية والمحلية هو النادي الأهلي الموسم الماضي النادي الأهلي والموسم الحالي النادي الأهلي أفريقيا سوبر كسعالم دوري عام